السلام عليكم طلاب مرحلة رابعة رح نتيش شوي على الكيس شيت المطلوب منعتكم انتم ملوها ان شاء الله بالعيادات الجاية رح نبدي نحاسب عليها واللي يمليها بطريقة صحيحة اكيد رح يتكون عنده فد بونس دقري تنظاف للكيس شيت مالته نبدي اول مرة بالشيف كومبلين شنو يعني شيف كومبلين يعني البيشينت ليش بالضبط جاي للكلينك مالتنا قدنا البليدينك بيشينت يشكمون البليدينك بالجنجبة هذا يطينا فد مؤشر انه اكو انفلميشن زين الهالاثوسيز اللي هو الباد ادر عنده هاي اسباب من ضمن هاي الاسباب قد تكون انترا اورل او اكسرا اورل الانترا اورل البيشينت مالتنا ممكن عنده فد باد كيريز قدنا بريدنتال بوكيت او عنده فد باكترية انفكشن على التانج او قد تكون اكسرا اورل يعني البيشينت يراجع طبيب اللي هو انفو اذنه حنجرة قد تكون السبب من عنده يعني مكتونسولايتس او يكون سبب من الساينس اللي دراي ماوث شوي ننتبه عليه لالبهيشن تليشßen من دراي ماوث معناته فانده اندر لاينج سيستيميك ديزيز من ضمن الاندر لاينج سيستيميك ديزيز هو الديابيتيك البهيشن تلي عنده دراي ماوث ويش Pioff بص communion dry mouth بصورة مستمرة قد يكون بيشينت دايابيتيك لكن غير مشخص لنوحدة من الاعراض الاساسية هي الدراي ماوث بنفس الوقت يطينا مؤشر انه ربما ما البيشينت يستخدم نوع خاص من الدراكس هاي الدراكس قد تكون الدراكس اللي نستخدمها بعلاج ال الهايبرتينشن البيشينت اللي هو بيتا تشانل بلوكر ممكن سونا دراي ماوث ممكن ايضا عدنا البيشينت اللي يستخدم ادوية للارثيمية اللي هو سر بالهارتبيد ايضا ممكن البيشينت حيعاني من دراي ماوث زين ادنا ايضا جنجيفر ابيرانس كنه ممكن تكون واحدة من الاسباب اللي هي سويننا في اللارجمة بالجنجيفة جماعة الكاليسيوم تشانل بلوكر نستخدمها بالهايبرتينشن ديزيز للبيشينت النوع من الدراكس ممكن انه لا المريض عنده في قد يكون في مرحلة البلوغ او قد تكون بريغنان بيشينت لهذا اي بلاك او اي فد ريتين تفاكتر للبلاك ممكن تحفز لنا الجنجيفة انه تسوي لنا فد اجريزيف انفلميشن ويصير ادنا اللارجمنت بالجنجيفة هذا اللارجمنت قد يكون باسنام معينة او قد يكون جنرلايز طبعا الجنرلايز وتكون بلاك قليل او ما يعني شبه ماكو هذا يطينا مؤشر انه هذا النوع من اللارجمنت هو خاصة الباشنت اللي يستخدمون ادوية الابليبتك او ادوية اللي دينا الضغط اللي هي نوع كاليسيوم تشوف الباشنت اللارجمنت ما تتكون جنرلايز تقريبا ولكن الباشنت ما عنده انفلميشن ماكو عنده بلاك ولا عنده بلاك ريتينتف فاكتر والماؤث مات تقريبا كليم ازي قد يكون جاي لانه عنده هايبر سنسيتيفتي هايبر سنسيتيفتي اكثر شي صير بالباشنت اللي عنده رسيجن لانه راح تضغط فقط الرود حيصير عندنا اكسبوجر موجودة فقط طبقة السمنتم ما عندنا انا مولب هاي الاريا اللي هاذا يصر عنده سنسيتيف تيث زين الموبوليتي والميجريشن أوف تيث الموبوليتي والميجريشن أوف تيث تضطينا في الانديكس فور بريدنتايتس ليش لان معناته صار عندنا بورر ريزوبشن من نوصل مرحلة البورر ريزوبشن احنا دخلنا تحولنا من الجنجفيتس الى البريدنتايتس ننتقل للفيلد الثاني اللي هو الام اتش اللي اكثركم ما دعرفون يملو الام اتش معناته الميديكال هيلث أوف دي بايشن الميديكال هيلث أوف دي بايشن البيشن ما عنده اي ديزيز ورما تسألوه يعني تأكدون من عنده وتسألوه على نوع الادوية اللي يستخدمها إذا ما عنده اي مشكلة نكتب نو ساين أو سامتم أو نقدر نكتب نو هستري أو سيستيم ديزيز أوكي وذا عنده سيستيم ديزيز اكتبو مثلا بايشن دايبيتك اكتبو دايبيتك ونوع اللي دراك سماتة اللي هو عندنا نوعين أما يستخدم أورالي اللي هو أو يكون على الأنسولين اكتبو البيشن اللي عنده هايبر ثورايدزم هيقول لك أنا عندي غدة سامة غدة سامة زين سموكر بيشن هم مهم أنه نعرفها ليش لأن سموكر بيشن هيصر عنده ماسكينج بالإنفلاميشن يعني شنو ماسكينج بالإنفلاميشن يعني يجي ما عنده بليدينج فروم جنجبة مع العلم أنه الجنجبة ما تصار بها وعنده شديد لكن مشكلة النيكوتين الموجود بالسيجارة أنه هو يشتغل كفازا كونستركتر لهذا البلد سبلاي الاريا ستكون قليلة لهذا هو دائما يكون طبعا عنده فيلر بعمليات اللي نستخدمها للرسيجن للثة وبنفس الوقت رح يصر عندنا ثاد ماسكينج بالإنفلاميشن ما ينطينا علامات الإنفلاميشن لأنه قلنا النيكوتين يشتغل كفازا كونستركتر دايابيتيك قلنا المهم نعرف أنه كونترول أو نون كونترول مريض الديابيتيك بالنسبة لعيادات البرير إحنا اللي همنا أنه يصر عنده بور ريزوبشن سريع ممكن يصر عنده يعني إذا باقي خاصة إذا كان ممكن يسوين فليهذا جدا ننتبه عليهم لازم نعرف أنه نوع الكنترول من التزمين بعلاجهم أو لا إن شاء الله يعني لازم نطالب من عندهم التحليل خاصة إذا عدنا فت سيرجري أو عدنا روت بلانينج هاي كلش مهمة إنه نطالب بتحليل اللي هو الفاستينج بلات شغر يكون أكثر يعني ديتكتبل للكنترول مع البيشينت من الراندم بلات شغر تيست زين يعني البيشينت ممكن اللي ياخذ انسولين إحنا ننطيب بروفيلكتك انتيبيوتك يعني يكون كلش معرض للإنفلاميشن البراشينك نسأل البيشينت إذا كان مرات كدنا الرسجين ممكن يصير خاصة بالانتيريار تيث من البيشينت يستخدم رونك تكنيك أو بروشينك ومرات عديدة من البراشينك لهذا شوف دائما البيشينت انت رسجين بس أسنان نظيفة جدا معك وإي بلك هذا مجرد بس توجه للطريقة الصحيحة اللي يستخدم بيها البراش اللي هي أكثر هي نستخدم هال بروشينج اللي نبدأ يساوي بروشينج من اللثة وللأسنان راح تقل عند الرسجين ممكن تكون يعني ريفيرسابل الانتر بروكزمل ايدز يعني التوثبك دينتال فلوس وأي شي يساعد بالكنين ما الجنجايفل اريا الفاميلي هستري أو بريدينتال ديزيز هاي مهم نعرفها لانا اكو نوع من البيشينت قدهم فاميلي هستري وين نشوفه اكتر شي بالبيشينت اللي عنده اجريزف بريدينتايتس احنا عدنا قلنا كرونيك بريدينتايتس اجريزف بريدينتايتس اللي صير ويصير باليونج ايج طبعا هو هذا التقسيم تقريبا يعني هسا اكو تحديث جديد ان شاء الله نشرح لكم عنه انه صار تحديث جديد بالكلاسيفيكيشن صار ما تتقسم بعد الى كرونيك واغريزف وانما تتقسم الى مجموعة من الاستياجات ان شاء الله نشرح لكم عنه البريفيس تريتمنت ممكن نسأله للمريض اذا كان مسوي اي عمل يعني اي تريتمنت دنتال تريتمنت حشوة قديمة مثلا عدنا اكزو سكيلنج قديم وهكذا نكتبه بها الحقل الاي او يعني قصد الاكسرا اورال اكزاميناشن الاكسرا اورال اكزاميناشن حنا بدي نفحص التيم جوينت بشي يهمنا احنا نعرف اذا كان اكو تيم جوينت كليك او لا معناته انه بالاريا اللي تيصر بيها عدنا كليكينج هاي الاريا حتكون ديسفاكشن اما نتيجة درومة فروم ونكلوجين او انه المريض ما ياكل عليها نهائيا شو نعرف انه المريض ما دا ياكل عليها نهائيا هاي الاريا حيصر يعني بلاك وكالكولوس اكثر من بقية الاماكن بالماث ممكن نشوف فاشيال اسيمتري يعني نشوف اذا كان اكو فاد انفلميشن فاد سولنج بال اكسترا اورالي زي سوف تيشو باثولوجين شوف اذا اكو غراني لاما فايبروما يعني اللي موجود بالجنجبة او اللي ارجمت بالجنجبة اكلوجيا للتراما انا شو هاعرفها البيشينت هيجيك اسنان تقريبا صار بها براكززم متكسرا بنفس الوقت يقول لك عندي فاد الم بمنطقة وقت الصبح يعني اول ما اقعد من النوم الاكلوجيا للتراما حسوينا طبعا موبوليتي بالاسنان ممكن تتصلح هاي الموبوليتي مجرد انه البيشينت يبدي يلبس فاد يعني تريتمينت معينة اللي هي الگارد نايت حتى نقلل من التراما من الاكلوجيا للتراما او ممكن نسوي جراندينج لسيلكتف تيث ممكننا الموبايل تيث حتح يعني حتطينا فاد اشارة انه عدنا الباشنت صار برودنتايتس يعني موبايل تيث معناته صار عدنا ريزوبشن بالبون الريزوبشن بالبون مؤشر للبرودنتايتس سبيشال تيست السبيشال تيست يعني مثلا هبتايتس تيست اللي احنا مرات نسويها للبيشنت او البيشنت اذا كان دايبيتك ايضا نطلب من عنده اللاب تيست حتى نعرف اذا كان كنترول او نون كنترول هاي كلها نسجلها بهاي الخانة نجي هنانا على هذي الفيلد اللي هي بليدينج اون بروبينج اللي بليدينج اون بروبينج هي مؤشر على الانفلميشن هذا يكون اما سكورين اللي هي اما صفر او واحد الصفر يعني او بليدينج الواحد هيصر عدنا بليدينج بس اش وقت بليدينج ورى 30 ثانية من انو من مشي البروب بالجنجيفل سلكس مو مباشرة مباشرة من مشي البروب على الجنجيفل سلكس وصر بليدينج هاي جنجيفل اندكس لكن بليدينج اون بروبينج لازم ننتظر 30 ثانية اذا صار عدنا بليدينج لعنات سكور 1 مما صار عدنا بليدينج ننطي سكور 0 زين اشان احسب قاني النسبة المئوية طبعا عدنا كل توث هو تقريبا ديصر بي 6 سيرفس اللي هي الميجال الديستل بالنسبة للأبر عدنا اللابيال وعدنا البليتال او البكال والبليتال بالنسبة للور الميجال وديستل وعدنا لابيال ولينجوال او بكال ولينجوال هاي كلها نحسبها للسكورات ونقسمها على عدد الأسنان في مية انتر بروكزمال بولوس هاي نقدر نشوفها بالأكسراي طبعا بكون عدنا نوعين اما هورزينتال او فيرتكال اللي ممكن انه يصلح ونضيف لابون هو اكثر شي ال فيرتكال بولوس رديوس بريدينتام اللي هو دقنا الرسجن نشوف كم سن عدنا الرسجن يعني نزلت عن مستواها من السمنتو انامال جاكشن لأن الجنجفة تقريبا تكون من 0.5 إلى 1 مليمتر فوق السمنتو انامال جاكشن إذا نزلت عن السمنتو انامال جاكشن هاي معناتها عدنا صار رسجن وكننا تكون اما او جنرالايز كنا اذا اقل من 30% و جنرالايز اذا اكثر من 30%